موسيقى والحصيلة ديالها ثم هناك أيضاً مشكل السلمة الطرقية وأخيراً ملف على المهنيين والعلاقة ديالهم مع وزارة النقد خصوصاً في مشروع القانون للإندكساسيون ديال الموقاصات اللي هو وعد سيد الوزير أنه غادي يخرجوا موسيقى سيد الوزير مرحباً بك شكراً على الاستضافة سيد الوزير اليوم غادي ناخده من الوقت ديالك لمناقشة واحد عدد ديال المواضيع واللي بغيناك تجاوبنا بها بكل صراحة معروف عليك أنك صريح وشفاف وهذا ما يسجده عليك النظام السياسي والحكومي والعملي أول موضوع ديالنا وهو العقد المؤخر الموقع الدولة مع خطوط الملكية الجوية المغربية هذا العقد هذا بغيناك تعطينا تفاصيل دياله ولكن قبل ما نمشي لهذا لاحظنا أن هذا توقيع لم يوضح الميزانية التي ستواكب هذا العقد ما بين الطرفين شكرا على هذا السؤال قبل ما نتكلموا على هذا الشق الأخير ديال السؤال ديالك بغيت أولا نوضح أن هذا العقد البرنامج تيجي باش يعني يكرس واحد الرؤية ديال النقل الجوي في المغرب أو يواكب السياسة ديال النقل الجوي في المغرب إلا بغيت نلخص سياسة ديال النقل الجوي في المغرب نقدر نلخصها بهذه الطريقة هدي كي نجوج ديال المحاور الاستراتيجية المحور الأول هو تحرير ديال النقل الجوي اللي بدأ في 2006 واللي بفضله المغرب عرف واحد تطور جد مهم ديال الناشط الجوي بيعني مضاعفة عدد المسافرين وبواتيرة أكبر من ما كان عليها النقل الجوي عالميا يعني إحنا في المغرب بدرنا نحسن المعدل ديال العالم فيما يخصها شي وهذا الشي بالطرع عنده واحد الهدف هو تنمية ديال الاقتصاد ولا سيما تنمية ديال قطاع سياحة هذا هو المحور الأول المحور الثاني اللي تهم المغرب كدولة هو المغرب مركز بالنسبة للنقل الجوي في القارة الإفريقية وهذا المركز هذا مبني على مطر محمد الخاميس وعلى شركات الخطوط الملكية المغربية هذا العقد البرنامج تتبنى توصل هاد الشركة لواحد الحجم دولي ديال الميتين طائرة في غضون سنة الفين وسبعة وثلاثين هاد المدى هاد طاويل هاد برنامج طاموح وعلى المدى طاويل فأولا أنا كوزير ديال النقل تنعتز بهاد العقد البرنامج وتنفتخر بهاد الرؤية وبهاد الطموح اللي عند المغرب في هاد القطاع هذا بالنسبة للميزانية بالطبع الميزانية غادي تكون هامة علاقة بالعدد ديال الطائرات ولكن هاد الميزانية هادي ما غادي نعرفها إلا خلال تطوير ديال هاد العقد البرنامج لأنه العقد البرنامج مبني على 14 سنة وفا 14 سنة العدد ديال عدد ديال الحواج يمكن لهم يتغيروا اللي غادي يجعلوا هاديك الميزانية أيضا يمكن لها تغير نعم فلذلك لم نرتائي أن نعطيها غلاف مالي واشعدكم فكرة على الميزانية أو لا الطرفين لا فكرة الفكرة على الميزانية واضحة ولكن غيرنا هو ما تنشوهوش بأنه الجدوى ديال هاد الميزاني نعطيها احنا عارفين بأنه هاد الميزانية هادي غادي تغير في الوقت نعم فالميزانية كل مرة الدولة غادي تقرر يعني حل لا بتزيد من رأس المال ديالها داخل الشركة غادي يعرفها المواطن إذن غادي تكون كين لجنة تتبع وهديك اللجنة ديال التتبع غادي تشوف كيفاش تطور ديال الشركة غادي واشنهما الحاجيات المالية باش الشركة تقدر توصل لهذا 200 طيارة اللي بغينا نصل لها في سنة 2037 الحالات ديال هاد الشركة هل هي جيدة هل هي في متوسطة الحالة كيفاش نمكنا نعتبرها قطاع النقل الجوي بصفة عامة الشركات ديال النقل الجوي تتعيش في واحد القطاع جد تنافسي والأرباح ديال طيران المدني ككل تتكون جد ضعيفة لا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية ولا بالنسبة لجميع الشركات ديال الطيران المدني الخطوط الملكية المغربية بالطبع تأثرت كجميع الشركات الدولية بمشكلة ديال كوفيد و يعني العدود اللي كانت مسدودة الى آخره والآطار اليوم الشركات الخطوط الملكية بتدخل الحكومة تعافت والهدف هو أنه تحافظ على التوازن المالي ديالها وهذا البرنامج هذا غادي يمكنها من تطوير ديال التوازن المالي ومن ارتفاع ديال الأرباح ديالها مستقبلة إن شاء الله نعم إذا البرنامج غادي يتنفذ في ضرف البداية ديال التنفيذ ثم المواكبة دياله شنوية الجدولة؟ الجدولة الزمنية يعني محددة في هذو 14 سنة اللي قلنا اللي تنشوف العدد ديال الطائرات طرح تنتكلم على تقريبا عشر ديال الطائرات كل سنة معدل كمعدل لكن يمكن سنة تكون فيها أكثر يمكن سنة تكون فيها قل والخطوط الملكية في السنة المقبلة 2024 راها تتعمل اليوم حاليا على البرمجة ديال الاقتناء ديال الطائرات اللي غادي تعزز بها الأسطول يالها بقى ما بدأتش عاد غادي راها تتعمل فالمجال المجال النيد كيف تشوفوا تفسرو على أن التمينة ديال التذاكر لازالت شيئ ما هي غالية على المستهلك أي أن التذاكر ديال الشركة المغربية الجوية تذاكرها غالية لا خسنا نعرفه بأن وقعتش حاجة في النقل الجوي في العالم من بعد الجائحة الأتمينة دوليا مقارنة مع ما قبل الجائحة ارتفعت ب نقوله مؤدال 25% عالميا هذا الارتفاع هذا كين بعض الوجهات اللي ما عرفاش ارتفاع أو كين بعض الوجهات اللي رفعت تطفاع 50% 60% هذا راجع الجوج الحويج الأطر اللي جائها على القطع يعني الشركة تخسط تعافى إذن ضروري رفعت من الأتمينة ديالها وتترجع أخر أيضا هو أن تضخم وهذا تضخم تيمس النفقة ديال هات الشركات والنفقة ديالها بالطبع من ترتفع راح تترفع من الأتمينة ديال التذاكر إلا ما رفعت من النار ستتفلس هذه الشركات والخطوط الملكية المغربية في المعدل ديال ما ارتفع دوليا ومن خلال الشركات الأخرى نعم ندزل القطاع آخر وهو قطاع المطارات قطاع المطارات هناك بعض المطارات اللي هي في المستوى وبعض المطارات مثلا بحث ضربضة اللي يعاب عليها أنها لست صالحة الوجهة ديال المغرب السياحية مثلا بالنسبة للمطار ضربضة هل هناك تصور لإصلاح هذا المطار أو لبناء مطار آخر جديد المكتب ديال المطارات تيصار على تحسين ديال الجودة ديال جميع المطارات وفي البرنامج ديال العمل دياله عنده أوراش مهمة بالنسبة المطار ديال نواصر كان أوراش طاولات المدى وأوراش قريبة المدى على سبيل المثال تفتحت واحد القاعة جديدة اليوم الوصول ديال المسافرين الدوليين باش يكون فيها الختم ديال الجوازات ولكل يعترف بأنه هاد القاعة الجديدة حسنت من السيولة ومن الجودة ديال الخدمة في مطار نواصر تيبقى ومشاكين أخرى على سبيل المثال مشاكين تتهم الأمتيعة والسرعة ديال السرعة ديال السرعة ديال إعطاء الأمتيعة للمسافرين وهذا مشاكين المكتب مع جميع المتدخلين في ذلك المطار تعملوا باش يحسنوا منها ولكن يعني نبغي نقول هنا بأنه كاين معايير دولية ومليتا نشوف الشركة الدولية اللي تتعبر هاد المعايير مطار محمد الخاميس النواصر يعني خدا واحد الجوائز بالنسبة للتحسين ديال الجودة وكان تنظن من خلال خمس مطارات دولية اللي عرفت أسرع تحسن خلال السنوات الأخيرة تيبقى يمكن بأن الجودة ليست في المستواجهة لما يتوقع المواطن المغربي أو المسافير والمكتب تعمل باش يحسن هاد الجودة وتنظن بأنه غادي ننجحه في الشهور والسنوات المقبلة ولكن سيد وزير وش هادش تيبقى فقط في باب التصور وأمنية وعندما في عدد غادي تأهدى لكن هذه الموادع كلها دائما تتجي للطاولة لأنه مطار محمد خميس هو أكبر مطار في المغرب أولا وهذا المطار يعني ماشي بحل المطارات الأخرى المطارات الأخرى ما خدمش كمركز ماشي أنهب فالمطار اللي تيكون خدم كأنهب تيكون يعني الطريقة ديال التدبير دياله أصعب من المطارات الأخرى ولكن كيف تنقول لكم المكتب عنده تصور واضح وهذا التصور تنزيل دياله عبر وراشات ومن الأوراش اللي كملت على سبيل المثال وهي هذيك القاعة ديال الانتظار ديال يعني الختم ديال الجوازات وتنشوفوا بأنه هذا المسروع على سبيل المثال كالناجح وتنتمنى والمشاريع الأخرى تكون ناجحة أيضا نعم النقطة التالية في الحوار ديالنا وهي أهمية كبيرة وهو عملية المرحبا الآن تقريبا نحن نصف ديال مدة ديالها شنو هي الحصيلة اللي عندكم حد الآن والتقل لأوصلتي والاستيعابية منذ بدايتها في شهر يونيو أولا أنتنا أريد أن نذكر بأنه هذي العملية تتحدى بالعناية ديالسيدنا اللي ينصره وبأنه ليست يعني عملية عادية هي عملية استثنائية تعرفها المغرب كل سنة كل سنة تيدخلوا ما يزيد عن ثلاثة الملايين ديال المغرب المقيمين بالخارج البلاد هم وتعود يخرجوا وإحنا كحكومة مع بئين كلنا باش سهلوا هاد الصفر ديال هاد المواطنين هاد المواطنين تقريبا النص ديالهم تيجي عبر المطارات والنص الاخر تيجي عبر الموانئ وإحنا كوزارات النقل تنهتم خاصة بالأسطول البحري اللي خصو يتعزز خلال ثلاث أشهر تيال هاد العملية هاد ومثل السنة الماضية الحمد الله هاد السنة تمكننا من تعزيز هاد الأسطول هاد اللي تيخلي يعني المغاربة يوصلوا البلادهم بعد ما تيقطعوا أوروبا عبر مديق جبل طارق أو من سبانيا إلى الناظر ومن مدن أخرى في ظروف ن يعني نعتبر في ظروف جيدة بالطبع تيقدروا يقعوا مشاكل هاد هاد وحنا تنتبعو هاد شي يوميا والحمد الله هاد الساعات قريب نص العملية مرت ومرت الحمد الله في أجواء جيدة نرجعوا للقضية الأسطول الوطني وهذا سؤال كان اضطرح عليكم في البرلمان أين وصل هذا المشروع بحدد الأسطول الوطني لتعزيزه حتى يعطي مثل الخطوط الملكية الجوية يكون عندنا أسطول مغربي من الأسطول المتقدمة المغرب رفيت 3000 كيلومتر ديSuper البحر أي هناك في الأسطول كان عدة موادع كان الأسطول ديال النقل ديال البضائع وكان الأسطول ديال النقل ديال المسافرين تو креп�� النقل ديال المسافرين الأسطول ديال المسافرين فلازم المغربين يعرفوا بعننا أسطول مغربي بشي ما عدناش عندنا ثلاثة ديال الشركات مغربيات وثلاثة ديال الشركات مغربيات عندها تقريبا تسعة ديال الباخيرات اللي تتعمل خلال عملية مرحبا فاحنا اللي نجربه نعمله هو نشوفه كيفاش نقدره نقوي من هاد من القدرات ديال هاد الشركة هادي باش تقدر تقوم يعني النقل عبر البحر في حسن الظروف و باش تقدر تنافس الأسطول الأوروبي وراه حقيقة من خلال يعني لا هاد الشركة المغاربة ولا الشركة الأوروبية راه كاين واحد المنافسة في النقل ديال المسافرين ما بين أوروبا والمغرب نعم واش انتو مرادين على هاد المراقبة اللي تتكون على هاد الأسطول المغربي والأجنبي فالوصول ديالو مثلا في الموانئ على مثلا كين هناك المرافق الصحية اللي خصت تراقب هناك الأكل خصتة وكذلك يتراقب الجماريك كذلك تدوس وحض الظروف جدا واش كينش في لجان ديال اليقضى سمعنا على أن هذا الموضوع عادش شوية كين فيه تراقي لا ما أنا ما سمعتش بأنه كين تراقي في المراقبة ديال السفون أولا كين مراقبة قبلية قبل ما يدخلوا هاد السفون الحطوط ديالها وحناك وزارات النقل تنقوموا بالمراقبة تقنية ديال هاد السفون هادي وتتكون مراقبة خلال العمالية كلها وبالطبع مليتي يقعوا مشاكل تندخلوا باش نجربو نحلوها فهد الباب هذا كيف يش تفسرون تدكير تهي غالية كين تدكير غالية الطيارات كين تدكير ديال السفون أولا نشنه هو غالية نتكلموا على غالية نحن ناخده بحل دبا هاد شي اللي تكلمت عليه ديال التدكير ديال الوحر من اللي بدينا هاد السنة هادي في شهر ستة كانت التدكير لأتمين ديالها مرتفعة بفعل يعني ماشي تدخل حقيقة يعني العمل مع الشركات اللي تتعمل في هاد الخطوط هادي ولكن بفعل ايضا المنافسة اللي وقعت هاد التدكير عرفت واحد انخفاض بينسبة 25% اليوم مقاننة على ما كانت عليه في الأوائل ديال العملية وهذا التدكير هادي ديال يوم اللي تنقرنها بسنة 2019 يعني ما قبل الجائحة تنشوفوا بأنه كين واحد الارتفاع يناهز 20% وهذا الارتفاع هذا لما تنقرنه بما يقع في العالم في مجال النقل والنقل البحري تنقرنه بأنه هاد الشي اللي واقع في الدولية كلها بفعل تدخم اللي عرفته واحد العداد ديال الحواج اللي تدخل في يعني المصاريف ديال هاد الشركة هاد الموضوع اللي ديال السفون نهار اثنين او يوم لأحد وقع واحد الحارق في واحد السابينة وهي متجهة الى مدينة الطاجة تقول كين شنو الوضعية ديالة السابينة كيفاش وقع هذا العدد ما عنديش ما زال التحليل ديال ما وقع داخل يعني السفينة هاد مشكله هو كان دخان ماشي حارق عندهم مشكله في الموتور ديال السفينة من لي وقع المشكلة بالطبع هذيك سفينة رجعت مين؟ مين؟ نعم مين؟ مغربية سفينة مغربية هي سفينة تتشغلها شركة مغربية وهذه كانت خرجت يعني وبعد ما كنا ذلناها المراقبة تبين بانه المحرق ديالها في وضعية جيدة ولكن وقع عطب تقنيق بعد ما وقع عطب تقنيق سترجع باش تصلح الدرار سلابا مكين لا لا حضا أضرار لا 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 نحتاج لا 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 ندخلوا للموضوع اللي هو أهم وهو السلامة الطرقية وانا أعرف ان هذا الميدان هو بالنسبة لك واحدة الأولوية ولكن للأسف نسجل عدد القتلى دائما في ارتفاع نسجل عدد الجرحة دائما في الارتفاع هناك فوضى في الطرق هناك فوضى في المدن السلامة الطرقية ما تتهمش غير الوزير ديال النقل أو وزارة النقل هي حقيقة مشكلة وطنية مشكلة ديال المجتمع تتهم المجتمع وتتهم المواطنين والمواطنات كلهم عندنا سياسة باش نحسنوه وعندنا استراتيجية باش نحسنوه السلامة الطرقية في المغرب هذه الاستراتيجية المادة الطويل ديال العشرات ديال السنوات بدأت في 2016 كانت تتبنات واحد العدد ديال الاهداف وواحد المعيار اللي تنقيسوا به الاهداف هو مع الاسف القتلى على الطرق الهداف كان نوصله لواحد التقليص بنسبة 30% انطلاقا من 2015 الى اليوم 23 فين وصلنا وصلنا بواحد الانخيفات ديال السبعة في المئة احنا بعاد من انخيفات ديال 30% ولكن لتنجيوه نشوفو الارقام ونشوفو يعني كيفاش تيقعو الحوادث وشكون المستعملين ديال الطرق اللي تيقعوهم الحوادث الممتة تيتبين بانه اليوم عندنا مشكلة كبيرة مع الدرجات النارية الربعة ديال اللي قتلى على الطرق من اسل عشرة من ركاب الدرجات النارية واغلبوهم داخل المجال الحضاري فتنتبناه اليوم واحد المخطط اللي غادي نطلقه في العمل به خلال الأشهر المقبلة باش نحن نوقفوه هاد النازيف اللي كان في هاد الفئة ديال مستعملين الطرق الى استثنينة زيادة في الحوادث ديال درجات النارية تنلقوا بانه المستعملين الاخرين ديال الطرق عدد القتلى عرف نخيفاد بـ 22.5% مقارنة مع الهدف ديال 30 فهو لا بأس به غير انه بالنسبة للدرجات النارية بلاست ما ينقص اتزاد فاليوم احنا يعني نسلطوا الضوء على هاد المستعملين ديال هاد الفئة دي وخصنا نخدموه جميع وخصوموهما يوعاوه ايضا بانه رهم اكتر عرضة من الاخرين للحوادث المميتة على الطرق كل خطة لها طرقها هاد الخطة هادي الزجر واش يمكننا نقوله الاعتراف بانه ماداش انه مني نراقبه في الطرق هو مراقبة هي ضعيفة او لا غير كافية ولهذا نسجيل هاد الفوضى او لا بد ان نساعد من الزجر لان مني تتجل الزجر تيقولي الشخص يستقم هي الخطة ديال العمل في سلامة الطرقية تتكون مندمجة المراقبة عندها ضعور مهم او الزجر كيف تتقوله ولكن خصت تكون مندمجة خصت تكون العملية ديال التحسيس باش المواطن يفهم بانه راع عرضا للحطار خصت ايضا المواكبة ديال واحد العداد ديال المتدخلين على سبيل المثال عندنا مشكيل اليوم في المغرب ديال الخوضة الوقائية الكاسك عندنا واحد العداد ديال الكاسك اللي تيتبعو في المغرب ما تيستجبوش المعايير الدولية فاقصنا نشوفو كيفاش نقدروا نقننو هادشي باش الكاسك يكونو تيستجبو هاد المعايير الى آخره وهادشي اللي كين إذن خصنا التحسيس خصنا الآلة والوقاء اليوم الناس اللي تيصوقوا الدراجات النارية يالله نصفهم تدبصوا الكاسك تنشوفو حنايا بإنه ونجحنا باش المغاربة يعملوا الصنطة ديال السيكوريتي علاش ما نقدرش نجحوه ايضا فهد العملية هادي ديال الكاسك نقصت هاد الخطة هادي نقوموا بيها وخص الناس يكونوا واعيين وانا يعني متفائل بانه من الامكان ديال المجتمع المغربي يتفادى هاد الحوادث هادي واش مكننا نتسألو واش النهر سا تدير الخدمة ديالها على حقها وطريقها ولا نقصها هذا جيتي لواحد النقطة يماشي النار ساوليش عدة خطة حناش نبغينا نقوموا به ايضا فهد المجال بغينا نحسنوا من الفعالية ديال اه الحكامة ديال الحكامة اللي تبنى ها المغرب في مجال ديال السلامة الطرقية اليوم كاين ثلاثة المستويات ديال الليجن كاين الليجن الجهوية وكاين واحد الليجنة اللي هي على المستوى تيطرأسها وزير النقل بحكم المرسوم ثم الجنة بين ويزاريات تترأسها رئيس الحكومة هاد الليجن هالي خصوم يقوموا بتخطيط ديال ما يجب أن نقوم به في هذا المجال وكاين خصوم يقوموا بتقييم ايضا وهذا التتبع والتقييم هو اللي يبغي نحنا يعني نعود نحييوه بواحد طريقة باش يقول لي مسترسل وباش يقدرو يعني كل ما بننا بإناه تعطلنا أو تأخرنا شي عاملية نقدرو يعني ناخدو ما يلزم باش نعود نفعلوها هناك برنامجين في هذا الموضوع ما يسمى بسيف موتو سيف أوتوكار ماذا يهم هذا البرنامجين برنامج اللي يسميته سيف موتو أو الدراجة الأمينة هو الهدف دياله تقليس من الحوادية المميتة ديال السائقين ديالدراجات كيف هاتش اللي تكلمت عليه عنا واحد يعني خطة مندمجة فيها التحسيس فيها إعادة النظر في بعض النصوص القانونية باش يعني على سبيل المثال إذا ما كانش لواحد لبس الخداء يمكننا نوقف الدراجة النارية دياله حتى يجيب الخداء أو خصاة تمشي يعني المحجز عنا المراقبة بالكاميرات وبالسرعة اللي خصاة أيضا توصل عند المستعملين ديال دراجة النارية تاهمة معلوم من ضروري 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 وكيف تاهم رقم هذا هو اللي نعمل عليه يعني المراقبة ممكنة وغادي نفعلها وهذا وهذا اللي خصنا نتبعه باش نشوف واش تفعيل يالو على أرض الواقع حكاين أولا ندزل واحد موضوع آخر تاهمية ولكن بالعكس اللي تيطرح راسو وبنفسه في بعض الموضون وهو ما يسمى الوزير في هذا الموضوع كان كيف قلتي فراغ قانوني أو تنظيمي وهذا الفراغ القانوني أو تنظيمي تنعملو مع مصالح دي الوزارات الداخلية باش نشوفو كيفاش نملؤوه المشكل ديال هذا التنقل هذا عبر التطبيقات فيه جو جيل المشاكل المشكل الأول هو انه التطبيقات ما عندهم شي رخصة باش يكونوا وسيط ما بين النقالة وما بين المواطن المغربي هذه النقطة اللولة اللي خصنا نحل النقطة التانية هما انه هذوك الناس اللي تستعملو هذوك السيارات اليوم تستعملوها بدون إذن وبدون صفة قانونية فليوم خصنا نشوفو بانه هات الطبيقات هذي تتحل المشاكل بالنسبة للتنقل ولكن لازم هذا الحل اللي تجيبها تطبيقات هذو هذي الناس يكون موضوع في واحد يعني يكون يعني يكون يكونوا نصوص تنظيمية اللي تتنظموا هذي نصوص تنظيمية ستتخذ معين الاعتبار أيضا لأنماط الخراديا النقل العمومي من صيارة أجراء من حافلات إلى آخره باش يكون توازن في انقطاع لذا تتقلبوا على التوافق تنقلبوا على واحد الصيغة اللي غادي تخلي المواطن المغريبي يستافد من جميع وسائل التنقل والنقل العمومي بدون يعني المس ب آآ آآ الانماط الخرادي النقل العمومي اللي كانت قبل هذة الطبيقات ندوزو مباشرة بالمشكي الآخر وهو ديال داك التخوتينات وديال الموبيليتي ديال الدراجات كربائية كربائية مدى من تصور للوزارة في هذا الموضوع لأنه اللي نتنشوفون هو عن المهم من الفضاء هذة التخوتينات أولا غادي كالسان سنتر دي أولا عرق الفيروج أولا الصحب أولا زمرته وشنو غادي يكون قانوته التي يحد من هذه الوسيلة أو تتكلم على جوج جيل المواضيع مختلفة الدراجات الهوائية بيشكليتا لا بيشكليتا لا لا وغاية صفر بيشكليتا عن خصات احطار من القانون للسير ولكن رغم ذلك ما عندها لا رخصة ولا يعني تأمين علاش لأنه تحت واحد السرعة أقل من واحد السرعة المشاريع تيشوف بأنه مثل الدراجة مثلها مثل الراجل الراجل أيضا راتيستعمل طريق العمومية فبالنسبة لتخوتينات أو الفيرو إلكتري كين جوج حواج كين أولا خصنا نصف نظيمة اللي تيقول فوق واحد السرعة تنعتبرها بحل الدراجة النارية أو الدراجة الكهربائية موتو إلكتريك وديك ساعة فوق هاد السرعة هادي غادي خصها لومولوغاسيون وغادي خصها تكون عندها بلاك ديمات ريكل الى آخر وكين صنف يعني دو الصرعة الضعفة هاداك خص يكون عنده لإمكانية باش يستعمل طريق العمومية داخل مدار الحضار ماشي خارج مدار الحضاري طبقا ل يعني قانون السير هدا هو يعني التصور ديالنا فهذا الباب نعم المشكلة اللي متروح في بعض البلدان بالنسبة التخوتينات بلدان الأوروبية أصلا نعرف بإنه ممتروح بنفس الحيدة في المغرب لإنه اللي يقع لهم في أوروبا ماشي هو جاء لتخوتينا التخوتينا التخوتينا وما دوك الشركات اللي تكري ولي تخوتينا التخوتينا التخوتي وعمرورهم وأرصيف ديالهم ولو تلقاوها مسيبة في كل الموضع هل المشكلة هدا ممتروح جيتي وحبستي وليهم الدعم كانوا تياخذوا كل شهر الدولة تساند القطاع فبيدي حتى هدا الدعم والتي يمشي ونقطع بعدهم زيادة على هذا فينه مشروع ديالكم ديال لاندكسيسر ولكن مشروع القانون ديال المقاييصات بالنسبة لمهانيين أولا العلاقة تكلموا على اللولة لا لا أولا العلاقة ديال الوزارة مع المهانيين ما منحاصراش في المشكلة ديال التمن ديال المحروقات باش نكونوا واضحين وواقعين هاد الوزارة هاد المليت قامت داخل هاد الحكومة وتبنت تبنت أول حاجة ما قامت به هي فتح القنوات ديال الحوار مع المهانيين وهذا يعني هذا الحوار القطاعي مع المهانيين لازال قائما ومسترسل مع جميع القطاعات المشكلة ديال المحروقات ما كانش مشكل يعني ديال الوزارة كوزارة ولكن كان مشكل تهم الحكومة ككل الحكومة ككل ارتأت واحد الوقت بفعل الارتفاع السريع والقوي للمحروقات الدخل في المجال ديال النقل العمومي لا بنسبة لنقل ديال الأشخاص ولا بنسبة لنقل ديال البضائع بنسبة لنقل ديال لذلك启فرا للموسرين بالنسبة للأنه نقل بزائع لكي أن الشركاتου تتنقله من البزائع أجملها أو لمrate بشركات صغرية لم يكن من التحميل الارتفاع وبالمسرع و لذلك عندما كان من ضمائي من التقالي إلى نقبразу لهاد الفئة. بابا اليوم احنا في واحد الوضع مختلف يعني هو الاتمينة ديال المحروقات اه ما بقت شي تتغير بواحد الطريقة اه سارعة. والاتمينة ديال اه النقل ديال بضائع ايضا خدات بعين الاعتبار هاد التغير اللي عرفته الاتمينة ديال المحروقات. فشفت الحكومة بانه اه ما بقت شي تجدوها. فهد الساعة هادي باش يكون عندك الدعم. وبالنسبة المشروع ديال القانون ديال هاد الساعة. لا ولكن غير ما غير ما نغلطوشي الناس. ما نغلطوش الناس. المشروع ديال تيحسن من التوازن ديال العلاقة ما بين النقال وشاهن ملتسلعة اللي عاطي. هدا كين. ولكن ما غيرش نقول احنا بانه المشروع ديال لانديكساسيو قال يحل المشكل ديال هادك ديال زيادة للحكومة شفت بانه خصد دعم فيها. لا لا لا. لانه لانه الدول ديال الجوار فرنسا اسبانيا وحد العدد ديال 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 الجوار عندهم المقايسة ورغم ذلك ملوقع هادك الارتفاع السريع في المحروقات راه دخلت. ولكن غير باش نرجع لهاد القوانين يعني البرمجة القانونية ديالها تتخضع لواحد العدد ديال يعني المساطير. وحنا هاد المشروع هاد اليوم كملناه على المستوى الوزارة وراه دخلناه المسطرة وغادي يعني مع ديك المسطرة احنا تكلموا فقط عن العلاقة اللي غادي يبنيها ما بين ما بين صاحب الشاحنة وما بين تقولي معلوم كيد الامل نا ما كانشي الامل لا 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 واش غا نقدرون نقولو ان السي عبد جليل هاد المشروع غا يخرجوه الوجود هادا بعدا من الهداف ديال الوزارة هاد الهداف مازال موجود غا ندوزو الشق الاخير ديالنا السي عبد جليل مغينا نعرفو شنو يا العلاقة دبا اللي كيناه في الحزب الاستقلال نعرفوك بأنك عود في حزب الاستقلال العلاقة الحزب هو بسلام صحة ديالو بسلام هناك تهيئ للمؤتمر او هناك تجميد العنشطة ديالو بغيناك تعطينا الوضعية تصورنا لا انا كوزير المنتمي للحزب الاستقلال داخل هاد الحكومة هاد العلاقة اللي عندي مع الحزب جيدة عندي علاقة جيدة مع الامين الهام علاقة جيدة مع العضاء ديال الوزيس تنفيدي مع النواب مع المستشارين ديال الحزب هذا هو اللي ممكن اللي نتكلم عليه الان اما بالنسبة المؤتمر الى اخيره السيد الامين العام مع تيتكلم لكم على هاد الشيء تنشوفوا بحل ان حزب استقلال هو في الحكومة ولكن الحركة داخل الحزب جامدة راح قايم هو بشغول يالو بش يوجد هاد الشيء مع اعضاء اخرى ديال الحزب اللي مشؤولين حزاها هاد الموضوع هاد السؤالتي رجعني للحكومة الحزب الاغلبية كينسي نسيجا كينسيجام وش مصح كينسيجام او لا ربما كيش حوالي احنا متنشوفوش نعتقدو ربما قاع لماذا لا ما يكونش ما يكونش تغيير حكومي او تعديل حكومي انا متنشوفش مشكل في الانسيجام ديال الاحزب ما حسيتش به من الموقع ديالي كوزير النقل في هاد الحكومة اذا بالنسبة لي الانسيجام موجود اما بالنسبة الواش خاص التعديل او لا ما خاص التعديل انا كوزير ما تهمنيش هاد الموضوع هادا مليتي يكونش واحد وزير را تيدخول مليتي يخرج را تيخرج وفي ديالوقت را تصويركم الصالح العام وهدا ما يعني هدا وليسا نجرب نقوم به شكراً سي عبد جليل بغادي نختمو بواحد سؤال غادي تخطي العطلق ان شاء الله فوقش نهار ستة فوقش آه وقولنا بصراحة واش غدتبقى في المغرب ولا غدتسافر البرره هاد الساعة مازال ما عرفت وشنو التخمينة ديالك؟ شنو داير في البرره الجوج ديال الإمكانيات محتملة قول لي قول لي نالله يخلي نعم قول لي نعم شا تفضل تبقى في المغرب ولا غدت بشي بلاد ما في أوله ما في أحقق آجا ما نحقق العطلة ماشي بشلو أقلت لي فين غادي يمشي إذا مشيت لشي موضع ما غا مشي شي بعيد إذا ما كان إذا ما مشيت شي رغادي يبقى هنا في المغرب هتبقى في المغرب سيد وزير انتهينا في حلقتنا هذه شكرا على المشاركة ديالكم في هذا الحديث ليه كان شيق شكرا لك مشاهدي لتواصن سواصن وصلنا إلى نهاية البرنامج نشكر المشاهدين على حضورهم ونضرب لهم إلى موعد قارب إن شاء الله شكرا على المشاركة اشتركوا في القناة